يا مساء الفل والهنى يا مساء العقل والتفكير والزكاء زي ما بنعمل حلقات كتير فيها ترفيه وفيها معلومات وفيها لطافة وغنى ومسرح وحاجات كتير بنعمل كمان حلقات يهمنا جدا انها توصلكم بمنتهى الدقة لانه احنا بنفكر دايما ازاي ممكن المشاهد بتاعنا يستفيد زي ما هو بينبسط ويتسلى ويتهنى وكده ازاي ممكن يستفيد ازاي ممكن يحس ان فيه امل ازاي ممكن يركز قوي على انه يستعمل مخه ويستعمل زكاؤه بدل ما ينضم لمجموعة الناس اللي بتشتكي العالم كله بيمر بازمة احنا بس خالص خالص يعني والعالم كله بيعاني من الازمة دي لكن في وسط المعاناوش والشكاية الكتير والنواح يعني بتلاقي ناس دايما بتفكر ازاي تساعد مجتمعها وازاي تشده القدام وازاي تحلله المشاكل اللي جدت عليه او اللي تفاقمت معاه ولذلك بيبقى فيه حاجة احنا قدمناها قبل كده واخدنا الريادة فيها وهي استعرضنا للشركات الناشئة الشركات الناشئة دي حاجة جت لنا من بره بس احنا احسن نستخدامها جدا وعرفنا نشغلها وفهمنا المطلوب منها والفايدة بتاعتها وبالتالي بقى عندنا شباب موجود في مصر كتير جدا بيفكر يستثمر في الشركات الناشئة ويحل مشاكل المجتمع ويسهلوا حاجات كتير في حياته ومن الحلقات اللي فاتت للنهاردة حصل تطوير كمان في المتلقي المتلقي عارف يستعمل الخدمات اللي بتقدمها الشركات الناشئة وإلا ما كانتش الشركات دي زدهرت وتقييمها عيلي قوي للدرجة اللي حنشوفها في الحلقة بتاعت النهاردة وخلت هناك اقبال على الاستثمار فيها من كل أنحاء العالم طيب مين الناس اللي بيجوا يستثمروا في مصر رغم ان في محاولات للتيقيس منتشرة جدا لكن الناس دول ما بيسمعوش لهذه المحاولات التيقيسية وشايفين المصلحة الحقيقية في البلد دي سواء في الأفكار في العقول في القدرات الخارقة والمتقدمة جدا لصناع التكنولوجيا في مصر فبيجوا يستثمروا في البلد دي وبيساعدوا الشركات دي على أنها تقييمها عيلي جدا وتبقى شركات نجحة جدا وتدعوا لاستثمارات من برة ومن جوة عشان تكبر ما تبص على الناس اللي بيستثمروا لفت نظرنا شابة صغيرة الواحد دايما عنده فكرة أنه الشابة الصغيرة دي أو الشابة أو الست اللي بتنبقى نكحة في شغلها قوي دي لازم تبقى شكلها يعني بتاع وعملة كده إنما دي شابة جميلة جدا صغيرة لكنها واحدة من مئة أقوى شخصية في العالم العربي في مجال الاستثمار والأعمال تحتل رقم 78 مجموعة بقى سيدات القويات جدا في الصناعات ومتعدة في الشرق الأوسط كله هذا الرصد يعني موجود على فوربز يعني الست دي من أقوى مئة شخصية في الشرق الأوسط على فوربز وشابة صغيرة ومستثمرة وصحبة كيان مهم جدا قلنا لأ لازم نقعد معاها ونشوف وجهة نظرها إيه هي بتعمل إيه وبتستثمر فين وشايفة إيه الهايل في مصر لدرجة إنها تحط خبراتها وتقطها في هذا البلد يعني قررنا إننا نستضيف نور سويد نور سويد اسم مهروف مشهور جدا في مجال الاستثمار والشركات الداعمة للشركات الناشئة وهي زي ما أنتوا شايفين شابة صغيرة زي الأمر جميلة جدا لكن المخ هنا يوزندها نور سويد أهلا بيك حبيبتي أهلا وشكرا على الفرصة أننا نتحدث نور أنت سورية سورية كويس قوي وعايزكي تحكيلي إزاي تحولت شابة سورية طبيعية عادية يعني إلى هذا العقل وهذه العقلية الجبارة في الاستثمار واستشراف القدرات يعني تحكيلي الحكاية حكاية طويلة فحصل لك إياها شوي أنا بلاشت أول شي درست فاينانس وإكنوميكس أوكي بعدين اشتغلت بالبيوتك والفارماسوتيكال يعني ما دخل دراستي بشغلي بأميركا باقفارماسوتيكال يعني قلت إيه؟ والبيوتك البايوتك كاستشارات بأميركا أوكي يعني ده إيه بالعربي معناتك يعني الفارماسوتيكال يعني كل شي من الدواء للميديكل وكل هالقصاص أوكي البايوتك يعني إنه الواحد يدور كيف الدي اناي بيختلف أوكيف الدواء ممكن يأثر على شخص غير شخص تاني أوكي ونعمل كل هالبحث أوكي هاد من زمان بعدين سويت الأم بي اي فخلصت الماجيسير ووظفوني بوز آلن كمان قصي شعرات سراتيجية رجعوني على دبي كانوا ماما بابا بدبي وبصراحة بين بوز آلن وشغل بابا لقيت إنه شغل الوالد كان كان فيري انترستن وبلشت تساعد بابا شوي بشغله وكان شغله بالمقاولات الداخلية أوكي فكمان لا دخل هاي ولا دخل هاي بس كان بس بدي أتعلم وإجاني فرصة أن أشتغل معه كتير على 8 سنين وتوسعت الشركة وسوينا IPO الحمد لله وبعدين صارت الشركة مساهمة عامة بلندن وبالناس ذاك دبي وظلينا عم نشتغل للـ 2013 بابا تقاعد وأنا ما كملت بالشركة لأن بطل الوالد موجود حبيت أعمل شي تاني بس بنفس الوقت بالـ 2006 بلشت أول معهد يوغا بدبي فلما رجعت من أمريكا على دبي بالـ 2005 ما كان فيه ولا معهد يوغا وأنا كتير كنت حابة اليوغا وبأمريكا بلشت مارسها والمديتيشن وكل هالأصاص فبلشت أول معهد بدبي وكمان توسع المعهد صار منذن 5 سنين عنا 72 معلمة وخمس محلات 6 ألاف طالب بالشهر فبالأخير بعته لأنه كل مرة فوت لازم عن جد حل المشاكل البزنس وما عد فيني مارس اليوغا فأنتي هنا بتشتغلي بعقلية تجارية بحطة أكثر منها يعني أنا بس بدي مارس اليوغا بس بالأخير صار بزنس لأنه كثير ناس بدت مارس اليوغا فلقيت أنا أنه كان فيه مجال فيه مشكلة أنا شفتها بالسوق أنه ما فيه محل أنا فوت وتساوي صف اليوغا ومارس هالهواية اللي عندي إياها بعدين صار هات بزنس فتعلمت كذا شغلة تعلمت أنه عن جد الواحد لما يأسس شركة أول الطريق من أصعب الطريقة طبعا وكمان كنت عم بشتغل مع بابا بشركة أكبر بكتير ولقيت أنه الواحد فيه يتوسع بس لازم يكون فيه استثمار يعني أخدتي النوهو بتاع إدارة منشأة كبيرة جدا مع نشاط مختلف خالص اللي هو اليوغا فبقى عندك كومبينيشن من الحكتين مع بعض وصدفه بنفس الوقت فصار سهل الواحد يقارن من بعد هيك بلشنا نعمل مثل ما حكيتي أنه الانجل انفستين أن الواحد بس يستثمر شوي بسيط أول ما تبلش الشركة وهالشركات ما شاء الله صاروا يتوسعوا وهنا يتوسعوا وبدون كمان استثمار ونبعثلون للفينشور كابتل اللي هو كل هالمجال اللي هلأ عنا نشتغل فيه بس ما كان فيه فينشور كابتل بالمنطقة عنا بالبادل العربية بال2013-14 هاي تقصدي ايه بالفينشور كابتل بالزبط؟ يعني الواحد لما يستثمر بالشركة خاصة تكنولوجية للساعة الصغيرة عندها شوي ريفنيو شوي مبيعات مو كتير ما عم تربح للساعة فبتاخدي ريسك كتير تنجح داعم ما تنجح الاستثمار الداعم وهذا استثمار بيكون بكير بحياة الشركة فبيكون اجمالا في حدا عنده رؤية حابة بيحل مشكلة بيبدأ يبلش الشركة بس لازم مشوية استثمار فمن هون دخلت بمجال انه فينا نساعد شركات الصغار تكبر كتير وتتوسع متوظف ناس وعالم تحل مشاكل مو بس انه بالبلد بس بكل البلاد بس هاد لازم يكون استثمار لونج ترم انه واحد يكون عنده عن جد انحها مسأثمر على سبع سنين عشر سنين وساعد من هون بلشت الفكرة انه ليش هالشي ما له موجود بهالبلاد ومن هالشي من عشر سنين وبلشت ادخل بهالمجال واتشت